اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده على الزمن. انا عند الزمن بتاعه الحد هنا. اخذت خط كده عمودي اهو. ده الزمن بتاعه. وده الزمن بتاع مين? بتاع الايه? هو اللي دلوقتي اللي ما اسألك مين الزمن بتاعه اقل? طبعا اللي هو البي? يبقى عند البي? الزمن بتاعه ايه? زمن اقل. وعند الايه? الايه? الزمن بتاعه ايه? زمن اكبر. واتفقنا هما الاتنين نفس ايه? نفس المسافة. واحنا عارفين طبعا اللي هو الجسم اللي هو سرعته اكبر. اللي هو مين? اللي هو يقطع نفس المسافة بس بزمن اقل. معنا كده البي اسرع منين? اسرع من الايه. فلما يقول البي اسرع من البي طبعا الكلام ده غلط. الاي و البي ساكنين Turbleng Black واحنا طبعا هما الاتنين بتحركوا بالدليل ان هما قطعوا الاتنين ايه مسافة معينة. الجسمين اي وبي لهم نفس السرعة طبعا لا ما لهمش نفس السرعة. علشان عندي بي الزمن بتاعه اقل من ايه من اللي هو ايه وبالتالي هنا السرعة بتاعتهم هكون مختلفين. الجسم بي اسرع من الجسم ايه طبعا دي الاجابة الصحة رقم مين رقم اللي هو بي. الرقم ده الاصدي. علشان هنا الجسم بي عندنا قطع اللي هو نفس المسافة بس في زمن ايه في زمن اقل. يبع عندي جسم بي اسرع من الجسم ايه. قرب احد الاشخاص عدسة الى عينه ونظر من خلالها فلاحظ ان صور الاشياء تبدو معتادلة. وبعد ان ابعد العدسة عن عينه مسافة معينة لاحظ ان صور الاشياء تبدو مقلوبة. خلي بالنا من كلمة مقلوبة. فاستنتج ان العدسة يطر مقعرة ولا مستوية ولا محدبة ولا اسطونية. مين اللي هيكوين لصور مقلوبة? طبعا مين اللي هي العدسة مين اللي هي محدبة? يبقى عندنا العدسة المحدبة هي اللي بيكون صورة ايه? صورة مطلوبة للاجسام. تمام? نيجر رقم ثلاثة. في شكل مقابل تحرك الجسم في مصار دائري. في مصار دائري نصف قطره اربعتاشر متر. يبقى نصف قطر اللي عندي ده نق ده بكام باربعتاشر متر. ده نق. من النقطة بي بدأ من بي رحل مين لسي. تمام? كيبه بدأ من هنا رح هنا. بعد كده ومنها الى دي. مرورا فانه مرورا من نقطة مين ايه? يعني من سي. يعني ماشى بالطريقة دي كده. من بي الى سي. ثم ايه? ثم دي. طبعا ديات مقطة البداية. اللي هي البي. وعندي دي نقطة مين? النهاية بتاعتنا. حلو قوي. عاوزي بقى هو. فانه مقدار من الازاحة. الحادثة يسوي كم متر. احنا عارفين طبعا ما هي مقدار الازاحة يعني ايه? اقصر خط مستقيم بين نقطة البداية اللي هي البي. ونقطة النهاية اليمين اللي هي الدي. يعني احنا عاوزين نحسب الجزء ده. والجزء ده. طبعا هو مديني نصف قطر كم? اربعتاشر. ودي دائرة. مصار دائري. يعني كل الانصف متساوية. يبقى ده باربعتاشر متر. وده كمان بكام باربعتاشر متر. يبقى اربعتاشر زق ده اربعتاشر بتاعي كم? تمانية واشرين متر. ازا سقط شوعة ضوية على سطح مرآة مستوية. زي ما احنا شايفين دي مرآة مستوية. شوعة هنا انعكس قدامي هون. شوعة ده قدامه انعكس بزاوي كم مية واشرين درجة. اه وانعكس كما بالشكل فان زاوية سقوطه يطار بكام? تلاتين ستين تسعين مية واشرين. تعال نحسابه مع بعض كده. لو احنا اقامنا من هنا عمود مقام. ده العمود بتاعي. تمام? العمود ده زا ما احنا عارفين الزاوية بتاعته بكام بتسعين. طب قبل ما اقيم العمود كده. هو دلوقتي الزاوية دي كلها بكام? من دانب كام? بمية واشرين. واحنا عارفين دي زاوية اسمها زاوية مستقيمة. يعني كلها بكام بمية وتمانين? مية وتمانين ناقص مية واشرين يتفضل كام بستين درجة. يبقى الحت اللي تفضل دي بكام بستين? تمام? يبقى الجزء ده بكام بستين? احنا دلوقتي عاوزين نعرف عاوزين نعرف زاوية مين? زاوية اللي هي السقوط. انا دلوقتي اقامنا عمود مقام زما احنا اما ما انا عند الزاوية دلوقتي دي بكام? بتسعين درجة. الزاوية دي بتسعين درجة عشان ده اسمو عمود مقام. طب ديب ستين يبقى ديب كام? يبقى أكمل الفراغات التالية بما يحدث في كل حالة زيادة تحدب سطحي عدس تلعين يؤدي إلى طبعا يؤدي إلى كسر النظر كسر النظر في الطور البيني إثناء الانقسام الخالوي يتم تضعف مين طبعا المادة الوراصية المادة الوراصية عند وضع جسم أمام مرئة مقعرة بين البقرة وبين مركز التقور تكون خواص الصورة المتكونة طبعا أسميها صورة حقيقية مقلوبة مقبرة حقيقية مقلوبة مقبرة عدم وضع عدم وجود جزء من الكرس الوسطي مع الزراعة المقطوعة في حيوان نجم البحر يودي إليه طبعا الجزء ده يموت ومش هيتجدد يبقى عندي هنا أقول له موت الزراعة وعدم تجدده طبعا ليه عشان هنا لا يحتوي على مين على جزء منه من اللغة الكرسي الوسطي سيارة سرعة نسبية 80 كم في الساعة احسب السرعة مين الفعلية لها في الحالات الاتية أول حاجة عندما يكون المراكب ساكن يبقى رقم واحد عندنا كده عاوزين نجيب السرعة الفعلية لما يكون المراكب ساكن رقم واحد السرعة الفعلية تساوي مين السرعة ايه النسبية يبقى أقول له السرعة الفعلية بتساوي السرعة النسبية والسرعة النسبية من دانب كم بـ 80 بـ 80 كم يبقى بتساوي كم 80 كم لكل ساعة ده أول حاجة عندنا الحاجة التانية عاوزين نجيب مين؟ عاوزين نجيب بردك اللي هي السرعة الفعلية بس مرة دي لما يكونهم مراكب متحرك متحركا في نفس اتجاه حركة السيارة طالما هم الاتنين في نفس الاتجاه معنا كده أنا هجمع السرعات ومديني السرعة بكام بتلاتين كم في الساعة يبقى رقم اتنين هقول له اللي هي السرعة الفعلية السرعة الفعلية بتساوي اللي هي أول حاجة عندنا اللي هي السرعة مين؟ اللي هي النسبية زائد السرعة زائد سرعة مين؟ المراكب زائد سرعة المراكب يبقى بيساوي تحت يساوي السرعة النسبية بكام؟ السرعة النسبية لدينا بثمانين والسرعة المراكبة بثلاثين إذا كانت السرعة المراكبة بثلاثين ثلاثين وثمانين يطلع لي كم؟ سيطلع لي مية وعشر وطبعا الوحدة بتاعتنا هي كيلومتر لكل ساعة يبقى عندي السرعة الفعلية في الحالة دي بكام بمية وعشر كيلومتر لكل ساعة أكتب المصطلح العلمي أدال على كل عبارة من العبارات الآتية التقاصر الذي يعتمد على فرض أبوي واحد دون إنتاج أمشاج طبعا بسميه التقاصر اللا هو اللاجنسي أي نوع من أنواعه زي الانشطار السنائي زي التجدد أي حاجة من ديت الجسم الذي لا يتغير موضوع بمرور الزمن يعني سابت بسميه جسم الساكن الجسم الساكن منطقة اتصال كرومة تي دي الكروموسوم معا طبعا بسمها منطقة مين أو نقطة إيه؟ نقطة السنترومير سنترومير كمية متجهة تساوي مقدار الإزاحة الحادثة في الثانية الوحدة يعني إزاحة لزمن طالما إزاحة لزمن يتكلم عن مين؟ يتكلم عن السرعة المتجهة السرعة المتجهة سوما تحتوي خط فيها العبارات الآتية إذا كان نصف قطر تقاور سطح مرية مقاررة يساوي 30 سنتي يعني نق بيساوي 30 سنتي فإن بعضها البقري بعضها البقري اللي هو مين؟ اللي هو عين إحنا عارفين عين؟ بيساوي مص مق يعني هضرب مص في كم في 30؟ يبقى بيساوي مص في 30؟ هيتلع كام؟ 15 سنتي متر يبقى نشيل 30 نجتم ما كانة كام؟ 15 سنتي متر ترجع زائرة انفجار بعد النجوم إلى تفاعلات موقت فجائية طبعا نشيل كامياء ونجتم ما كانة إيه نموية يتم تصفيح طول النظر باستخدام مرية مقاررة طبعا نشيل مرية مقاررة ونجتم ما كانة إيه عدسة محدبة احنا عارفين طول النظر بعالجوا بقى عن طريق عدسة محدبة وقصر النظر عن طريق عدسة إيه مقاررة الغزان اللازان أنتج المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما طبعا نشيل اتنين دولة اللي هو النتروجين والأكسجين ونكتب مكانهم مين اللي هو الهيدروجين الهيدروجين والهليوم تحركت سيارة من السقوم معنا كده أن عندي عين واحد بيتساوي سفر ثم زادت سرعة إلى عشرين متر كل سنية إبا دي عبارة مين عبارة عن اتنين خلال ثمان سوان ده الزمن عندنا عوز مين احسب مين العجلة طب ما احنا عارفين ان العجلة أقوله بما أنه جيم اللي هي العجلة بتساوي اللي هي عين اتنين ناقص عين واحد على دلتزين طبعا نعوض عندنا عين اتنين بكم عين اتنين زي ما احنا قلنا بعشرين طبعا هنا مفيش تحولات ولا حاجة عشان كله بالمتر كل سنية وعندي عين واحد بكم بسفر لأنها اللي من السكون والزمن قال لي بكم قال لي خلال ثمان سواني يبقى على كم على ثمانية يعني اسم عشرين على ثمانية يطلع لي كم هتساوي اللي هي اتنين ونص أنا بجيب هنا ايه العجلة الواحدة بتاعت ايه متر لكل سنية تربيع اختر من العمود بي ما يناسبه من العمود ايه ظاهرة تعدى عاملا مهما في اختلاف الصفات الوراثية بين افراد النوع الواحد طبعا نبكلم على ظاهرة العبور نبص مع بعض كده ظاهرة يبقى ظاهرة مين العبور اللي هي رقم كم رقم خمسة يبقى دي معها كم خمسة يعبر عن الحركة بسرعة سابتة في العلاقة البيانية السرعة والزمن سرعة وزمن بخط المستقيم سرعة سابتة خلي بنا سرعة سرعة اللي هي سابتة طبعا ده هيكون ايه الخط ايه موازل محور مين الزمن يبقى رقم كم رقم واحد من الكهنات التي تتقاصر لها جنسيا عن طريق تبرم طبعا فطرة خميرة والهايدرة عند هنا موجود مين الهايدرة اللي هو رقم كم رقم تمانية توضع على يمين وليسار الصائق في السيارة طبعا مرية محدبة اللي هي رقم كم رقم تلاتة طبعا عشان تكون صورة اللي هي تقديرية معتدلة مصغرة وبالتالي هنا الصائق يقدر يشوف الطريق خلفه باكمله ادرس الشكلين التاليين ثم اجب عنا مطلوبة اسفل كل منهما مدين هنا زي ما احنا شايفين دي عبارة عن عدسة محدبة وعندي هنا الجسم موجود عندنا وبدأ هنا يتكون له صورة الصورة زي ما احنا شايفين اللي هي مصغرة طالما صورة مصغرة معنا كده الجسم ده على بعض اكبر من اللي هو مركز التقور تمام طيب نشوفه عاوزي الاول كده فبول لمجدر المسافة التي يجب ان يتحرك الجسم اللي هو قدامي ده نحو العدسة لكي تتكون للجسم صورة حقيقية مقلوبة مساوية نسأل نفسنا سؤال هو امتى تتكون صورة حقيقية مقلوبة مساوية لما يكون الجسم فينا حتة عند مركز التقور طيب يبقى احنا دلوقتي لازم نعرف مين مركز التقور هنعرفه ازاي نركز مع بعض انا عندي اليامة التانية كده دي عبارة عن مين عبارة عن اللي هي البقرة البقرة الاصلية صح ولا لقى طيب من هنا الهنة قدية يديني كم عشر سنتي معنى كده البقرة على البقرة قدية عشر سنتي يبقى من الهنة الهنة اللي هي بيه عندنا بعشرة سنتيها كمان حلو قوي وحنا عارفين ان مركز التقور بيساوي ضعف من البقرة البقرة لان الحتة دي كده بالنسبة لي اسمها عين عين يعني ايه البقرة البقرة وحنا عارفين ان نق نق بتساوي اتنين عين صح ولا لقى طب انا عندي عين بكم بعشرة يبقى اتنين فعشرة بكم بعشرين يبقى دي عشر وده عشرة كمان يبقى هنا ميمة عنده هنا ليه مركز التقور المفروض الجسم اللي عندي ده يكون عند مين عنده مركز التقور عشان تتكون له صورة حقيقية مقلوبة ايه مساوية تمام طيب هؤدلوقت على البقرة كم على البقرة 24 سنتي وحنا التفاعل المفروض يكون على البقرة كم 20 سنتي يبقى هنا مفروض تتحرر كم سنتي 4 سنتي لان هطرح 24 هطرح منها 20 يتفضل كم 4 سنتي يبقى اقول له كم 4 سنتي متر رقم اتنين مقدار المسافة التي يجب ان يتحرك الجسم نحو العدسة لكي تنفذ الاشعة من العدسة متوازية طيب يا امتى الاشعة تنفذ متوازية لما يكون الجسم فينا حتة عند البقرة عند مين عند البقر وحنا تفانا البقرة على بعد كم 10 سنتي والمسافة كلها كم 24 يبقى اللي 24 اللي عندي هطرح منها كم 10 يبقى 24 هطرح منها 10 هيتفضل كم 14 سنتي يبقى هنا 14 سنتي يبقى هنا الجسم لو اتحرك وجيه هنا عند البقرة طبعا الاشعة في الحال دي هتنفذ متوازية وبالتالي هنا مش هيكون صورة يبقى هنا علشان تنفذ الاشعة متوازية مفروض يروح عند مين عند البقرة اللي هي على بعد كم 10 سنتي متر منه من المركز البصري رقم اتنين يتقاصر هذا الكائن لا جنسيا عن طريق ايه طبعا اللي قدامة ده عبارة مين عبارة عن فطر اللي هو عفنا الخبز طبعا ده بيتقاصر لا جنسي عن طريق مين الجراسيم الجراسيم او بسميها الابواغ اذا سقطت التراكيب سين اللي هي جراسيم على بيئة غير مناسبة اولا هي لو سقطت على بيئة مناسبة هتبدأ تنبت مكونة فطر جديد طب دلوقتي واعكس السؤال اقول له طبعا ايه لا تنبت ولا تكون فطر جديد لا تنبت لا تنبت ولا تكون فطر جديد اتنعكس الكلام وضح اي الصورتين الاتياتين تكون حقيقية وايهما تكون تقديرية اول حاجة بول لصورة طفل يقف امام مرأة محدبة احنا عارفين مرأة محدبة لا حالة واحدة فقط لا حالة وحيدة احنا خدناها مهما يكون الجسم في اي مكان هيكون لصورة تقديرية معتادلة مصغرة ايا كان مكان الجسم فيه وبالتلد هيكون لصورة مين تقديرية الحاجة التانية صورة الجسم بعيد تم استقبلها على حائل ما طالما الصورة قدرنا نستقبلها على حائل اسمها صورة ايه صورة حقيقية صورة ايه حقيقية تمام يبا هنا طالما قدرت استقبل الصورة زي ما احنا عارفين على حائل اسمها صورة ايه حقيقية انما هنا لو انا ما قدرتش استقبلها على حائل اسمها صورة ايه تقديرية ده علامة صحة نعم العبارة الصحيحة وعلمة خطأ امام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ إن وجد السرعة التي يتحرك بالجسم السرعة التي يتحرك بالجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمانة متساوية هي السرعة الغير المنتظمة طبعا الكلام ده صح المجرjä هي كرة غزية متوهجة تدور حول نفسها هل المجرяс بتدور حول نفسها طبعا الكلام ده غلط المفروض طبعا الكلام ده أقول له العبارة ديت إيه غلط مكانها ايه السديم. لان هنا ايه عبارة ايه قرى غزية ايه متوهجة. رقم تلاتة. اه العاملان طبعا دي ممكن برضك تماشي معنا الشمس خلي بنا. يعني ممكن برضك اجابة صحة تماشي معنا الشمس اللي ان ايه عبارة عن قرى غزية متوهجة وبتلف حوالي ايه حوالي نفسها. رقم تلاتة. العاملين الاساسيين اللازان يمكن بهما وصف حرك الجسم هما السرعة والزمن. طبعا الكلام ده غلط عندنا. هنشيل كلمة السرعة ونكتب مكانها ايه. يبقى دي الاول غلط كده. هشيل اللي هي السرعة وكتب مكانها المسافة. يبقى عندي المسافة والزمن. رقم اربعة. التباعد المستمر بين المجرات في الكون. نتيجة لحركاتها الممتظمة ينتج عنه تمدد الكون. ها صح والغلط طبعا صح. استخدم الكلمات التالية في اكمال العبارات التي تليها. يعني مدين هنا مجموعة من الكلمات. مفروض احط كلمة هنا في مكان النقط اللي عند ديت. فبول هنا رقم واحد. يتركب الكرموسوم كيميائيا من حمد نوع اللي هو الدين نيه. وطبعا ايه اللي هو بروتين. بروتين. بسميها بروتينات هستونية. هنا اللي هو الدين نيه عشان يقصر لان الطول بتاعه طويل جدا. علشان يقصر يخش في المكان اللي هو داخل النواة. بيبدأ يلتف حوالين بروتينات بسميها بروتينات ايه هستونية. ان شاء الله السنة جاي علينا جزء. وبعد كده ان شاء الله في سنة ثلاثة سنة وان شاء الله علينا ايه الباقي. رقم اتنين. العدسة اللاصيقة هي عبارة عدسة رقيقة جدا مصنوعة من طبعا مصنوعة من من اللي هو البلاستيك. يبقى اولو ايه البلاستيك. السؤال اللي بعد كده. من الكائنات الحية التي تتقاصر لها جنسيا بالانشطار السنائي. خميرة طبعا دي عن طريق طبعا. ندور على الكائنات هنا طبعا بكتيريا صح. يبقى اولو مين البكتيريا. ونخلي بانا الانشطار السنائي هنا الكائن الحي بيختافي. الاب او الفرد الابو بيختافي هنا خلي بانا. النقطة الوهمية التي تتوسط السطح العكس للمرأة الكرية طبعا ما سامها ايه قطب المرأة. ندور عليه كده. قطب المرأة موجودة عندها يبقى له ايه قطب المرأة. طبعا دي عبارة ايه نقطة وهمية احنا بنتخيلها تتوسط مين سطح العكس لمن للمرأة الكرية. ادرس الشكل المقابل الذي يوم امسل احد اطوار الانقسام الخلوي ثم اجب عن الاسلة الاتية. زي ما احنا شايفين طبعا القدام ده عبارة عن اللوى الطاور الاستوائي الاول علشان هنا زي ما احنا شايفين اللي هي كرموسومات اللي مترتب على ايه ازواج موجودة في نحية عند خط استواء مين اللي هو ايه الخلية وطبعا هنا موجودة عن ترايمين خيوط مين المغزل. فبقول لي ما نوع هزا الانقسام طبعا الانقسام اللي قدام ده بس سمي انقسام مين اللي هو ايه ميوزي. اقول له انقسام ميوزي. علشان هنا القرمصومات موجودة في ايه? في صورة ازواج زي ما احنا شايفين. وما نوع الخلايا التي يحدث بها? والانقسام الميوز بيحدث عن الخلايا جسدية ولا تناسلية? طبعا في الخلايا مين? اللي هي التناسلية? فاقول له الخلايا التناسلية. انما الجسدية بيحدث فيها انقسام ميتوزي خلي بالنا. ماذا يحدث عند غياب التركيب رقم واحد في الخلايا الحيوانية? هو يتركيب رقم واحد ده عبارة عن اللي هو مين? اللي هو الجسم المركزي. الجسم المركزي اللي هو بيكون مين? خيوط المغزل. طب له هو مش موجودة ايه اللي هيحصل? هقول له عدم يبقى اللي هيحصل كده? هقول له عدم تكون خيوط المغزل. وطبعا هيكون نتيجة كلام داية. وبالتالي عدم مغدرة اللي هي الخلية على القيام بعملية الانقسام. يا رب اكون فهمنا? ما تنسناش من صالح دعواكم. كان معكم السرطار والى اللقاء ان شاء الله في فيديوه قادمة وبالتوفير لجميع رب العالمين. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة